يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الكلام صحيح وهو أن المحبة الطبيعية كمحبة الوالدين والخوف الطبيعي والكراهة الطبيعية ككراهة الضرة في الزوجات كراهة كراهة الضرة في الزوجات أي هذه طبيعية ما تظر وهل يؤاخذ عليها المسلم لا يؤاخذ عليها إلا إذا قدمها على ما يحبه الله ورسوله قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترلونها أحب إليكم من الله ورسوله فإذا قدم هذه المحاب بالثمان على ما يحبه الله ورسوله فهو عاصل لله ولرسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أما إذا لم يقدمها على ما يحبه الله ورسوله فلا حرج في ذلك تحب وطنك تحب بيتك تحب المال تحب قاربك نعم تحب زوجك نعم تحب اله اشتركوا في القناة